مرحبا صدقائي مرحبا متابعيني الطيبين هاليوم رجعنا لكم فيديو جديد هاليوم رح نسوي اياكم المعروك على الطريقة السورية لكن شوية حورنا على طريقتنا العراقية حطينا لتمر حطينا لتين كلش طيب وكلش خفيف للدوام للطلعة لاي وقت تحبوه يا عصرية التشاي ويا الكهوة باي طريقة انتو تحبون تاكلوها كلش طيب ومفيد طبعا كلش خفيف وطري وممكن تحشوه باي حشوة انتو تحبوها انا هنا بالفيديو حشيته بالتمر وبمربتين اتمنى ان يعجبكم تابعوني اصدقائي حتى نشوف طريقة التحضير العجينة والمكونات طبعا اول شي راح نخمر الخميرة او نحضرها هنا استعملت كيسين من الخميرة ما يعادل ملعقة كبيرة من الاكل حطيت لها هنا ملعقة سكر وكوب من المي الدافي عازم يكون المي دافي حتى تتفاعل الخميرة وهنا راح اتركها تقريبا عشر دقائق بعد عشر دقائق ارجع لها وشوفوا شون اختمرت وصارت كلش حلوة راح اضيف لها هنا باغتين وربع قالب من الزبد يعني تقريبا ميتة غرام لا اقل خمسين غرام زبد هنا ضفت ونص كوب من الزيت ونص كوب من السكر اذا تردوها احلى اكثر ضيفوا اكثر كيفكم ورشة ملح وهنا كوب من الحليب الدافي هاي هي المكونات السائلة طبعا فانيلا هنا حطيت لها ملعقتين كوب من الفانيلا اذا عدتكم ضرفين من الفانيلا ونحن نخلط المواد السائلة بالبداية ومن ثم نجد انضيف المواد الجافة بالبداية استعملت كيلو كامل من الطحين كيلو كامل مثل ما تشوفون كيس تعمدت اشوفكم الكيس الكامل حتى تعرفون الكمية بالضبط وهنا عندي ملعقة ملعقة كوب من الفيتم فاودر ثم مع بعض واخلط العجينة راح تصير شوية لينا ثم راح ارجي اضيف لها شوية شوية طحين حتى تتماسك تصير عندي عجينة متماسكة هنا ضفت لها تقريبا فوق الكيلو ربع كيلو ضفت لها تقريبا يعني كيلو كامل وقلاس نحن نفحين بالبداية طبعا شوية لينا كانت ثم اضيفكم بس بعدين من ضفت لها المعجنة نتركها تتخمر تقريبا مصاعة مكان دافي ونحضر ادنا التمر ومربطين عندي مربطين محضرته قبل فترة من زمان عندي موجود بالثلاجة فهنا طلعته ورح استعمله وعندي سمسم للتزيين ومثل ما قلت لكم عندي التمر اللي حضرته عجنته بشوية من الزبدة وقليل من الهيل وصار جاهز قطعت كل العجينة اللي عندي حسب الحجم اللي انتو تردوا طبعا تخطعون انا سوتها بحجم شوية كبير انتو تردون اصغر بكيفكم اه بهذا الشكل اه نحضرها ونلفها اه بالشكل اللي انتو بتحبوه اه باش شكل سواتها مثل حزوة الحصان انتو بكيفكم شتر دون تسوي ونحطها بصينية الفرن ونجهز النوع الثاني طبعا النوع الثاني سويت حجم اصغر مثل ما تشوفون قطعت كل قطعة اثنين شوية زيت ادهن ايدي والمكان اللي رح افرش عليه وابدي افرش هالي العجينة اول واحدة حشيتها تمر وهي هسا رح احشيها بامربة تين طبعا بامربة تين طعمها كان كلش 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 طيبة جربوها اصدقائي كلش لذيذة اشتركوا في القناة وطبعا احب اذكركم انه هذا الفيديو او كل الفيديوات الموجودة بهاي القناة تروح عوائدها او وارداتها لكفالة الايتام فاتمنى ان تشاهدون باقي الفيديوات حتى تساعدوني بكفالة يتيم اكثر من العدد اللي عندي طبعا هواي كتبولي هواي كتبولي وطلبوا مني المساعدة لكن انا اعتذر جدا لان ما عندي الامكانية انه اوفي كل اللي دي كتبولي انا عندي عدد محدد واذا يجيني زيادة من الواردات القناة اضيف عليه شوية من امكانياتي الخاصة حتى اقدر اساعد او اساهم بكفالة يتيم زيادة لكن انه العدد ادي يجيني ودي طلبوا مني شغلات اكبر واكبر انا اعتذر جدا من المتابعات اللي دي كتبولي نرجع الوصوتنا ندهن طبعا بعد ما كملنا تحضيراتنا كلها كملنا العجينة ندهنها بالبيض الرش عليها شوية من السمسم اه وندخلها للفرن على درجة حرارة اه مية وسبعين درجة مئوية طبعا الفوق والجو هنا مشغلت انا وبعدين بهذا الشكل راح نكمل كل الكمية اللي وبعدين بهذا الشكل طلعنا من الفرن خلينا شوية يبرد وانقدم بالف عافية اه اتمنى ان لا تنسون اصدقائي المشاهدين الجدد الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس كلش مهم حتى يوصلكم الفيديو الجديد اللي النازلة واللي مدى يوصلهم اشعار من القناة ممكن انه اول مرة يلغون الاشعار الجرس وبعدين يرجعون يجددون من جديد تفعيل الاشعار الجرس حتى يوصلكم الفيديو جديد اتمنى ان شاهدون باقي الفيديوات اللي راح تساعدنا مثل ما قلنا بكفالة يتيم الى اللقاء في فيديو جديد شكرا لمتابعتكم للقناة والفيديوات الى اللقاء اصدقائي شكرا لكم مرة ثانية